حسداتي العامة مش عامة العيل العامة بعمل قلب انا بحب القرآن كل الف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم حفظت دوغري لا إن في ذلك الآيات اللي قاموا من يعقلون يؤمنون طب ما ترديني بتردينيش ليه بفرحة اخضع الدرمة بقى بالليلة بالواحد بقى وقعدة ديش 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 وهم بقى السلبة على القيال يحفظون نفس وما سواها فالهمة فجورها وتقواها من جاءة بالحسنات في العشرة مثالي عنا كل واحد أما يا أخوات إلهي أحب روحي آه يعني فاطمة مأمون عفيف نصا من كفر برهات من كفر برهات مركز مستور مدرية الزاذي عند أسباع وثمانين ثاني عندي ولدان وبنتان أنا عندي ثلاث سنين يا ربنا افتكرني في عيلي واحدة حتداتني بقول الله وخري هتهدي العجن بتاعي قالتلي إيه وإيه وانت بالشاب لا إنيت فيها خضرة دعنان خليج عني كده رحت دعك في عيني كده النفسي رجعت على طول ودعك في عيني إذا طوب الأصل ولطوب الدنيا كله ما فافتحك الحمد لله نصيدي بقى قالوا للمرحومة بيه ورح أعلمها القرآن وجابني وداني الكتاب وعلمني القرآن على مكانات القرآن كده بقى لسبعة تنينة خدمة القرآن وهي صغيرة كده وجهلت مع أبوها ومع أمها وكدت أمها بتعلمها برضو إزاي تطبق وإزاي تتعلم شغل البيت وكده فاجت أما كبرت أبويا رحت أنا أبويا صاحب خالي اتعرفوا على تعرف عليها وكده عاجباتوا صوتها إيه هي المهم أنه حبها أبويا كان بيعملها معاملة بصراحة راجل الله يرحمه كان بيعملها معاملة حسنة وقفت جنبه وسنداته وتعبت بصراحة معاه وتعبت علينا وشقيت لما كبرتنا كده وبقت تروح الميات المتقرة كانتش محسسة أبويا ديه إن هي ستة عينة بتوجعها لأ كان بتعمله كل حاج كان يسحى الصبح كده فهدان الفجر عشان يمشي على شغل تكون مجاهزة له الشالية بالولعة كان أبويا يقول لها إحنا مهناش نعلم تقول له لأ أنا أعلم تعبت ودخت علينا قدت أخيك كبير شهادة بقى دلوقتي مدير شركة قهرة الكبرى وهي تلنقل العالم أخيها نظر مدرسة الإصطحافة كان معاها داب ومعاها فلوس وساعداته باعت كل حاجة لدرجة إنها باعت كانت أبتل الفرشة اللي كان بتنام علي باعته وباعت تشتغل معاه وتعمل معاه وباعت تدرب طوب وبتقول لأنا كنت أدرب طوب أعمل أحساس عطينا كده وأعمل طوب وسوي الطوب على بعضه كده لحد ما بنا تقضى وعاداتنا فيه كده بتتعب بتساعد كتير أول حاجة عملتها أما عملت ميا مكنش حد عنده في الشارع خلص ميا راح أتمدخلها أنا فيها في الباب وثبت الكل يملي بتنقم بتعرف التنم اللي أنحة بتنقل روز بتحمص الدورة بتعرف الدورة إزاي تحمص كانت تقعد تفرطه بتقعد تنقل وكانت تعجل أولادنا بتعرفنا بتقول ما ندخل عليه بتقول إحمد اللي جاء سيادة اللي جاء سومية اللي جاء كده أنا مؤمنة مرة تبنها كبير ولعمرها حسستني لها حمل واللي في إيدها مش ليها كل اللي في إيدها كده رايح علينا وعلى عياننا والله لو قعدت أعمل ناقح بتقام حقا وغارباً تقول لي ها تعود جنبنا ها قعد جنبها تمسك الأم تقعد تنقق 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 تطلع لي الطينة من الأم وتقول لي خد شوفوا كده عملت بلقومتي أقول لها أنت كل ببارك بصي ما ورتناش يوم حسستناش إن إحنا نسوان ولادها محاسنا إن إحنا أولاد وحسن من ولادها تمام بحبها جداً عشت معاها أكتر ما عشت مع أم أنا عايشة معها بقالي 35 سنة زيني ودها كتاتيب من سنة 24 سنين لحد السبع سنين كانت في حفظة الختمة كلها لحد ما وصلت عشرة بقت متمكنة من كل حاجة وعارفة أي الآية دي في سورة كذا وعارفة دي رأية رقم كذا حبطها بأحكامه كلها وعارفة كراءات السبع وكراءات الأربعة عشر وعارفة كل حاجة بدأت بقى قدران حياتها تروح الميتم وبدأت تقرأ في الميتم وفت جنب أبويا وفت جنب بعض والحمد لله بفضل ربنا أعدت ساعدنا لحد ما كبرتنا وعلماتنا وأنا لحد دو وقتنا هذا وبروحش لأي دكتور قلم هي تحط إيدها علي واروح بيجولها من أكل البلد من عندنا ويجولها عشان يحطوا إيدها عليها لأنها هي بركة البيت والحمد لله بركة القرآن والعامة مش عامة العين العامة بعمل قلب الحمد لله إن ديت كانت بتمسك البجورب وكباس القديم وكاد تولعه وكاد تحط الميا وتعمل أكل وتعمل كل حاجة وإحنا بس إن إيه ننويلها الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسيدان والسماء رفعها ووضع الميدان أنا بحب القرآن كله وعايز أنام بو وموت بو وعاد بو بقول يا رب إنت مصحابي وإنت نور عيني توديني الآية لنا نسيها يروح ربنا مدهالي على طول الليل بابا الواحد بقى هو جديد 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 بس الواحدة بتاعتي راح الواحدة بتاعتي كانت حيوة أوي لأنني كنت بجود كان صوتي كان بيلف في الدنيا وكنت واخدر روط البلد بحال عشان نير ذا ونأكل ونشرب وامشوا في مناكبة وقلوا مرد فيه وليه النشور يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقرأ ولو غلطت رديني ماشي؟ أنا في ذلك الأعيات اللي قاومين يعقلون يؤمنون طب ما ترديني بتردينيش ليه؟ بسرعة مين أنا حفزك القرآن يا ستي بقى؟ الحاج جعلت أن تقول الله يرحم وروحوا في الدنيا أرحم فراحة كانوا بيحفزوكم بالعصايا ولا كنت شاطرة؟ أحبك كده أحبك كده لا أقولي الصراحة ها؟ أقولي الصراحة لا كنت ما أخد ضربك فيه والله ها 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 عمرك خفت مضضلمة مرة في حياتك؟ لا بخالي ما أنا واخده عالدلمة بقى ماذا أنا راحب القرآن أرى ربنا يرواء كل ما قولها لي ربنا يتول في عمرها قد العمر اللي هي عشتها أمي بنعبدها فقرصنا لأنها تعبت علينا خالص خالص ورباطنا وعملت لنا كل حاجة حلوة في الدنيا وبنقدم لها الشكر وكل حاجة ما نقدرش نجميلة وكفقة كلها عند ربنا باركة القرآن الكريم لأن ربنا يحفل الختامي وأعد على خير